الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أخبار الكائنات مع سيد السادات الصنف الآخر من هذه الكائنات وهي النباتات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها شعور فوق الجمادات قال الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان النجم هو النبات الذي في الأرض الذي يسبح في الأرض والشجر هو الذي له فرع ويصعد إلى فوق فما معنى هذا أن النباتات تسجد لله سبحانه وتعالى أي أن لها نوع إحساس فوق التسبيح لها كذلك سجود ولها عبادة لله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه الله على شيء من الغيب مثل الأنبياء عليهم والسلام النبي عليه الصلاة والسلام له أخبار مع هذه النباتات وأشهر قصة هي القصة التي أو الحادثة التي مزقت قلوب العشاق والمحبين لسيد المرسلين وهي قصة حنين الجذع كان صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا وقف يتكلم مع الناس يستند إلى جذع من النخل جذع نخلة بجانبه فيستند إليه فلما كثر الناس واتسع المسجد صنعوا له منبرا من ثلاث درجات فصار يصعد عليه صلى الله عليه وسلم وبقي الجذع في مكانه بينه وبينه خطوات فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذا هناك صوت رقيق صوت أنين كأنما هو صوت بكاء وحنين خفيف ولا زال هذا الأنين هكذا يزداد 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 حتى صار صوت الأنين يخالط صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فوقف عليه الصلاة والسلام من الخطبة والصحابة في المسجد كأن على رؤوسهم الطير خرج الحبيب وجاء إلى عند هذا الجذع فوقف أمامه ثم ضمه ثم قال للصحابة ادفنوه وصعد ثانيا إلى المنبر والصحابة كلهم لا يدرون ما الخبر وكلهم في حالة من الذهول ذاك يبكي وهذا واضع وجهه في كمه وهذا مبهوت وكل واحد في حال عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قام يحكي لهم الخبر يقول إن هذا الجذع حن لما فارقه من الذكر يعني لما كنت بجانبه وكنت أذكركم وأذكر الله وأنا مستند إليه كان سعيد مسرور بهذا الجوار وبهذه الملابسة فلما بعدت منه حن فشبه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسكت الجذع بالأم التي يبكي صغيرها فتسكته قليلا قليلا فيهدأ صوته ويضعف صوته حتى يسكن وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال خيرته بين أن أغرسه فيعود نخلة في الدنيا أو أن يكون معي في الجنة فاختار أن يكون معي في الجنة كان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله إذا ذكروا هذه الحادثة يبكون وكان الصحاء التابعون يذكرون الناس بهذه القصة ولا زال المحبون يذكرون الأمة بهذه القصة التي صارت عبرة بل صارت نبراسا وشعارا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد من هذه القصة فوائد عظيمة التنويه الأول وهو أن هذا الجذع وإن كان قد انبتت عنه صورة الحياة وصار جذعا مقطوعا ميتا من شجرة كانت حية ولكنه الآن قطع ميت عبارة عن خشبة إلا أنه لما أنه لامسته كف سيدنا محمد واستند إليه جسد سيدنا محمد فإنها دبت فيه حياة فوق الحياة الطبيعية بل حياة أرقى من الحيوات الأخرى بسبب أن هذا هو سر الحياة الله سبحانه وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لو أنه بعث إلينا رسالة بلسان حاله أظنه لكان يقول لنا يا معشر أمتي حبيب الله يا من بعدتم عنه أزمانا ومواطنا وأميالا بعيدة أنا ما طقت أن أفارقه وأن أبعد عنه خطوات حتى بكيت وأنيت وشكوت وأنتم بعدتم عنه قرون طويلة بعدتم عنه أميالا بعيدة فما لكم لا تحنون ولا تئنون ولا تبكون وأنتم بشر خلقكم الله بأحاسيس وقلوب ومشاعر وعقول فهكذا كان الحسن البصري رضي الله عنه سيد التابعين كان إذا صعد المنبر يقول هكذا يقول إن جدعا فارق رسول الله خطوات فما أطاق هذا الفراق ونحن فارقناه أزمانا وفارقناه أميالا فما بالنا نطيق هذا الفراق ونطيق هذا البعد فالمحب دائما في شوق يؤرقه ويقلقه ويحركه ويحرقه ويشعل في قلبه نارا تتوقد دائما هذه أنوار الشوق ونار الشوق في القلب تسيل بسببها الدموع الذوق الذي نستفيده من الجدع هذا الجدع أستاذ لنا صار في الحب الجدع هذا صار أنموذجا من نماذج العشق نستفيد منه هذا الاختيار العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي خيره بين أن يغرسه في الدنيا فيعود نخلة مثمرة أو أن يكون بجوار رسول الله في الجنة فاختار الجنة هذه لفته عظيمة جدا ودرس عظيم يعلم المحب أن بقاءه في الدنيا هذا بقاء فاني وبقاء منتهي وأنه زمن قصير جدا أيام معدودة ويخرج الإنسان من الدنيا مهما كثرت أموالك مهما كانت صحتك مهما كان أتباعك مهما كانت شهرتك ماذا تستفيد من هذا كله إن لم تكن لك صلة بالحبيب تجاوره بها بقرب الله المجيب سبحانه وتعالى في دار الكرامة فما فائدة هذه الدنيا إذا كان الجدع أدرك أن الدنيا لا قيمة لها وأن أعظم شيء يطلب في الوجود مرافقة أكرم موجود في دار الشهود فكيف نحن لا يكون طلبنا كل ليلة وكل ساعة وكل صلاة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمرافقة نبيه محمد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نسأل الله أن يكرمنا بالجوار ومرافقة المختار في تلك الدار آمين يا رب العالمين بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر